انت قلت حاجة مهمة قوي عشان أبقى أبقى كويس لازم أبقى زوج كويس أنا عشان أبقى زوج كويس مش لازم يبقى فيه زي المسألة الإنجليزية بيقولك فاللي هو طب ما هو ما انت ممكن شريكك يكون من النوع اللي بيحط لك العصاية في العجلة فتم مقلوب فانت هتبقى زوج كويس ازاي طيب لخير العيال اعمل ما يجب أن تفعله لخير العيال ما تعملش لقدامك بالمثل ما تعملش قدامك عاملوا بناء على مبادئك وأخلاقك فهمت أنا شتم تقص ليه شتمتني لا العيال بيعملوا كده بس مش الكبار أنا عمال زي ما هتعمل أنا على فكرة وولادك هيحسه وعلى الوقت هيحسه أنه على فكرة يا ماما احنا دلوقتي كبرنا وأتركنا وفهمنا أنه أنت اللي كان فيك المشكلة مش باب ده بعدين بقى حيبات ما نيهمني اللي بعدين ما نيهمني اللي بعدين ما نيهمني اللي بعدين يعني أنت دايما لما كنا منتكلم مع بعض ودلوقتي وقلتها كتير أنه مش صح أنك تتخاني قدام الأيان طيب ما هو معليش تسيبك من الناس اللي سكنة في قصور وبيلال ربنا يزيدهم يا رب ويختنوا أكتر وأكتر إنما الطبيعي أنت سكن في شقة أي أن كان بقى حجمها تسعين متر ولا مئة وعشرين متر ولا مئة وستين متر ولا أي أن كان يا شقة فأنت لما هتشد أنت ومرتك ده وارد 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 كتير يعني مع ضغوط الحياة مع اختلاف الشخصيات مع 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 هتخبي إزاي الخناعة أكتر حاجة الأولاد ممكن تجبر فيها وتندق فيها في العلاقات لما شوفوا بابا مام بيتخانقوا بطريقة صحية يعني أنت في الوقت تفترض أنت في الوقت تفترض أنه إحنا هنتخانقوا صوتنا يعلى لا إحنا ممكن نختلف هنختلف وأنا هقول رأي طيب أنت شايفة كده وأنا شايف كده طيب خلينا نبكرة نشوفها نعمل إيه خلينا نشوف حد كبير فاكر أول مرة قلت لك اللي مالوش كبير هيلبس في الحيط كتير قوي من الرجال أو انستات الست فاهمة أن هي فاهمة كل حاجة لأن ده اللي كان بيحصل في بيتها أحب أقول رسالة لكل ست اللي كان بيحصل في بيتك مش شرط يبقى هو صح وحضرتك مش صح في كل وقت والراجل نفس القص اللي كان بيحصل في بيتك مش هو صح ده في نهاية بتوات بالعشر والعشرين سالة ما بيعتذروش وما يشوفوشهم غلطانين فده دول تتعامل معهم إزاي يعني أنا فيه من نمازج قدامي آه قعدوا بال 15-20 سنة ما يعتذروش وما يقولوشهم غلطانين عارف هتدور في الآخر هتلاقي إنه هي ما فيش حد كبير بتسمع له بتقدره هتلاقي إنه هو ما فيش حد كبير بيسمعه مالوش كبير كتير قوي من الكابلز اللي بيجي ويعودوا معنا أنا ومراتي يحكلنا مشاكلهم وبعدين الستة تقولي على الحاجة مشكلة كبيرة جدا عند الراجل وبتاعه كده معي نعود أتكلم معاه بأن حاول أقنعه ببقى مش عارف أقنعه فاسأله هو طب أنت بتسمع علي مين لا 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 أنا ما عنديش حد أو الستة تقولي هو مالوش كبير ولا بصي صعب أوي يعني مثل بتاع أجدادنا اللي مالوش كبير يشتريه له كبير ده حقيقي حقيقي عشان هيطورك هو اللي هيغيرك أنا معرفش كل حاجة هو أنا عرف كل حاجة أو أنت تعرف كل حاجة ما حدش فينا يعرف كل حاجة حد علمنا أخذنا في المدرسة إزاي تكون راجل إزاي تكون أب إزاي تتجوز إزاي تكون زوج إيه أنت بتتجوز ليه أساسا إحنا بنقعد ثلاث سنين نعد عشان يوم واحد يوم الفرح صعب سنتين نتعب ونعمل وما ناخدناش يوم تعليم إزاي إحنا نكمل حياتنا بعد كده إزاي طب نستثمرش في بعض ولا مع بعض في أني إحنا ناخد كورس نتعلم هو أنا دوري إيه هو أنت دورك إزاي نحبه إزاي هنعيش مع بعض الثلاثين أربعين سنة اللي جايين هنعملها إزاي إنت يوم أما بتتجوز اقتبس العبارة دي من دكتور أنا أقول جبت لك سيرتو أبريكية دكتور ماري سامويل قال للعبارة دي قالك إنت يوم جوازك ده اليوم اللي بتقرر فيه تتجوز إنت بتحفر قبر أنانيتك إنت بتتخلى على أنانيتك إنت بتقرر أن إنت تعيش من أجل الآخر والعكس صحيح وهي ده الجواز اللي بيكمل أنا عايش عشان أشوف مراتي عاملة محتاجة إيه وأنا أحاول أساعدها فيه وهي نفس النص ساعتها الجواز والعلاقة بتكمل تبقى ممتعة بس محتاجة إدراك ومحتاجة كمان أن أنا ما صدقش الفكرة اللي بتبقى شائعة وبتجنى من الميديا ساعات أن ساعدتنا خارج نطاق البيت أن ندور على واحدة تانية أنه جوز واحدة أصغر ويقدرك ده جوزك مش مقدرك الأفكار دي يعني بتضمر البيوت لا وأجل وانس خلفت أرجوك فكر أن اللي هيدفع التمن مش حضرتك أكنك بتاخد فاتورة اختيارك لزوجتك بتقول لها يا لك الصغيرين ادفع عنهم فاتورة اختياري ويا لك أنا مالي أنت اللي اخترتاه أنا مالي أنت اللي اخترتاه بس هم اللي بيتفع التمن كمان أنا مش بتكلم في الحتة اللي فيها نارجيسية وفيها ضرب أنا مش بتكلم على الحالات دي اللي هي قليلة نحن ما تتفعنا من الأول اللي نحن بتكلم عن نفس السوية الطبيعية إيه لو أنا بتطلق ليه زيت زيت إيه اللي زيت مش حاجة اسمها كده